موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين و أهلا و سهلا فيكم و حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع حلقتنا لليوم هو موضوع التشنج الحراري عند الأطفال ما في بيت طفل ما سخنش فيه ما في بيت طفل ما مرضش و صاحب المرض تبعه كمان سخوني من أهم الأشياء اللي بتربك أي عائلة وجود الحرارة العالي مصاحب لبعض التشنجات اللي إحنا بنسميها التشنج الحراري طبعا رح نناقش هذا الموضوع حول الأسباب و طرق التعامل مع الحالات المماثلة للتشنج الحراري مع ضيفنا لليوم الدكتور أمين ثلجي استشاري طب الأطفال و حديثي الولادي اللي شرفنا اليوم كمان مهم جدا نعرف نفرق ما بين هذا التشنج الحراري وبعض الأمراض الأخرى مثل الصرع أو الإبليبسي علشان هيك رح نبلش حلقتنا بتقرير صغير حول التشنج الذي ينتج عن الصرع وبعد هيك رح نناقش ضيفنا بأهم الأسباب والفرق ما بين الاثنين نشوف التقرير و نرجع لضيفنا الصرع هو الطراب المؤقت في عمل الدماغ الذي يحتوي على ملايين الخلايا العصبية التي تسمى نيرون وهذه الخلايا تتحد مع بعضها بوسط ما يسمى أكسون و داندرايت ويقع على عتيقها توصيل الإشارات العصبية وترسل الخلايا العصبية إشارات بمعدل ثمانين مرة في الثانية لكن في حالة الاضطرابات قد تصل إلى خمسمائة مرة في الثانية ما يسبب فقدان للوعي و حركات لا إرادية للقدمين و اليدين و عندما يعود معدل الإشارات للطبيعة تنتهي النوبة و يكون المريض في حالة تعب شديد يوجد عدة أنواع لهذه الاضطرابات و العلاج يعتمد على التشخيص الصحيح الصرع ممكن أن يستمر لمدى الحياة و يؤدي إلى مضاعفات خطيرة و يحتاج للألاج و المتابعة الدائمة دكتور أمين مساء الخير و أهلا وسهلا فيك مساء النور و يعطيكم العافية دكتور أشرف دكتور أمين يعني إحنا موضوعنا لحلقة اليوم التشنج الحراري عند الأطفال حبينا نبلش بتقرير صغير حول الصرع لأنه هناك خلط كبير جدا عند أغلب الناس ما بين الموضوعين و هذا هو إحنا مهمتنا اليوم أن نوضحه للناس بهذا الموضوع بداية دكتور التشنج بشكل عام إيش الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التشنجات بشكل عام عند الأطفال هي عبارة عن حركات غير إرادية في العضلات نعم منشأها شحنات كهربائية غير عادية بالدماغ إن كان في كشر الدماغ أو في الأماكن الأخرى من الدماغ نعم الأسباب اللي كان من يحول هذا الموضوع يعني تشنج الحراري بمفهوم يعني شو يعني تشنج حراري؟ اليوم موضوع الحديث هو إبارة عن التشنج الحراري نعم اللي هو يعرف بتشنج يحدث عند طفل عمره عالة بين ست شهور لست سنوات نعم درجة حرارته بتكون أكثر من 38 درجة نعم حركات غير إرادية عالة تستمر بين دقيقة لدقيقتين وإذا ما استمرت أقل من 15 دقيقة منسميه تشنج حراري بسيط نعم بحدث مرة كل 24 ساعة والطفل لما بنتهي التشنج ممكن يكون منعوس شوية وينام لكن برجع لنشاطه فيما بعد نعم يعني أفهم من كلامك دكتور أن التشنج الحراري هو شيء مختلف عن اللي شفناه بالتقرير اللي هو الصرع طبع وهو دائما يجب أن يكون التشنج الحراري مصاحب لوجود حرارة طبعا هو الفئة العمرية اللي ذكرتها نعم طبعا الحرارة هاي طبعا بتكون ناتجة عن أمراض تاني ولا هي بحد ذاتها يعني التشنج بيكون سببه حرارة أو الحرارة سببها تشنج طبعا منفترض أنه سبب الحرارة هو التهاب خارج الجهاز العصبي نعم يعني الطفل اللي عنده التهاب الجهاز العصبي يعني اللي من قوله عنه سحاية وتشنج هذا ما منسميه إحنا إيش تشنج حراري هذا اسمه تشنج ناشئ عن التهاب في الجهاز العصبي نعم الحرارة في الوضع اللي بنتكلم عنه اليوم منشأها بتكون يا إما التهاب بيروسي عادي أو التهاب بكتيري أو الحرارة ممكن تكون ناشئة بعد طعم تطعيم نعم ممكن تطعيم الحصبة ممكن التطعيم الثلاثي الآخري نعم يعني عادة الأمراض العادية اللي بتعمل ارتفاع بالحرارة هي بتكون السبب الكامل في ارتفاع الحرارة فبالتالي بيصير تشنج عند الأطفال نتيجة الحرارة طبعا الحرارة لازم تكون موجودة لأنه إذا ما كانتش موجودة منحكيش عن تشنج حراري نعم منبدأ نتكلم عن تشنج غير حراري ومنبدأ نتكلم عن الموضوع اللي بدأنا الحلقة فيه اللي هو عن الشيء اسمه صرع هذا موضوع مختلف نعم صحي 2-4% من الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات ممكن أنه يصير عندهم تشنج حراري في بعض الأماكن ممكن الشيء يكون أعلى لأنه الوراثة قد تلعب دور في هذا الموضوع نعم فبشكل عام 2-4% من الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات ممكن أنهم يكونوا عرضة للتشنج الحراري نعم كثير أمين أنت يعني ابتدت بأنه الفئة العمرية اللي يصاب فيها الطفل هي ابتداء من 6 أشهر وحتى 6 سنوات نعم ليش يعني هاي الفئة العمرية ليش من 6 أشهر ليش مش قبل هيك ببلش يعني ليش معنى يعني في 6 أشهر ببلش المرض أو ظهور التشنج هذا هو تعريف التشنج الحراري نعم هذا النتج عن الدراسات والإحصائيات يعني لا فيش سبب واضح ليش بصيريش في 4 شهور في 3 شهور مع أن الطفل ممكن يكون عنده حرارة بالوقت هذا صحيح هناك نظريات مختلفة للإجابة على سؤالك نعم ممكن أحدها يكون وضع لتطور الجهاز العصبي المرحلة اللي الجهاز العصبي بيكون فيها خلال الفترة العمرية هذه نعم يعني هذا هو سبب ليش الطفل بتشنج خلال هذه الفترة المعينة ما بتشنج من الحرارة لما يكون عمره 10 سنوات مثلا وقتها شيطة شيطة على ما يبدو النظريات العلمية تتكلم عن استعداد بيكون موجود في الجهاز العصبي اللي بيكون متطور خلال هذه الفترة بشكل معين اللي بيكون يعني رد فعل الجهاز العصبي بيكون على شكل تشنج يعني هو برتبط في التكوين الجهاز العصبي اللي عند الطفل المرحلة التكون وتطور الجهاز العصبي نعم طبعا الوراثة بتلعب دور لأنه هل يعني الوراثة في العائلة نفسها ممكن استعداد وراثة نعم يعني قد يكون عنصر الوراثة ظاهر جدا في نوع من أنواع التشنجات الحرارية ممكن الأب أو الأم وهم صغار يكون عندهم تشنج حراري ونص ولادهم ممكن برضو يمروا بهذه الحالة يصيبهم تشنجات ما العلاقة ما بين ارتفاع درجة الحرارة وحدوث التشنجات عند الأطفال ما الرابط بينهم وليش مش كل الأطفال كمان كل الأطفال بنصابوا بالسخونة أو بارتفاع درجة الحرارة ولكن مش جميعهم بصيبهم التشنج طبعا على ما يبدو هناك استعداد وراثة عند فئة معينة من الأطفال اللي بعرضهم لهذا الأمر يعني العامل الوراثي هل في أسباب أخرى كامنة وراء هذا الموضوع أنه ليش مجموعة من الأطفال بتنصاب بالتشنج وآخرين بنصابوش؟ الجواب على هذا السؤال مش مكتمل في الواقع لا مش مكتمل والنظريات تتحدث عن موضوع الاستعداد الوراثي وأيضا استعداد الجهاز العصبي عند بعض الأطفال في مرحلة في مرحلة تطور محدد للجهاز العصبي لأنه منعرف أنه الجهاز العصبي بيستمر في التطور عند الطفل حتى بعد الولادة بعد الولادة صحيح فهذا يضع بعض الأطفال اللي عندهم استعداد للتشنج الحراري إنهم تشنجهم إنه يكونوا عرضة أكتر من الآخرين في هذه المرحلة العمرية نعم طبع شو هي العلاقة ما بين الحرارة والتشنج؟ الحرارة على ما يبدو أحد النظريات تتحدث عن مادة بفرزها الجسم نتيجة الالتهاب واللي هي بتأدي لظهور الحرارة تعرف الحرارة ليش بتظهر في الجسم هي عبارة عن مواد كيميائية تفاعلات تفاعلات كيميائية تنشأ في الجسم نتيجة تعرض الجسم لفيروسات لبكتيريا لبكتيريا أو ما أشرح؟ لبكتيريا نعم وأصلاً الظهور الحرارة عند الجسم في الجسم هي وسيلة دفاع الجسم عن نفسه اللي هي هذه المواد بتمر على المنطقة الهيبوثالمس اللي هي منطقة في الدماغ وفيه هناك زي التيرمستات موجود اللي هو بنظم الحرارة بين درجات محددة معين اللي حافظ عليها بطريقة محددة بالجسم نعم زي التيرمستات إنه ما يزيدش عن حد معين وما ينقصش عن حد معين صحيح مع الالتهابات تفرز في الجسم مواد لأنه الجسم ببلش يقاوم الغزاية يعني زي بطلب أين عم بطلب إنه يلا بدنا نقاوم الالتهاب يلا بدنا نرفع درجة الحرارة نعم فأول رسالة بتروح لهذا الجزء من الدماغ من خلال هذه الوسائط الكيميائية نعم اللي هي من خلالها الجسم بعرف إنه فيه أوامر إنه نرفع درجة الحرارة نعم بالحالة العادية بتعرف درجة الحرارة بترتفع رد فعل لهذا الأمر اللي هي بتيجي من خلال قد تكون كوش عريرة حركة سريعة وشديدة للعضلات اللي هذي بنتج عنها الحرارة وأيضا انسداد مش انسداد كامل في الدورة الدموية في الجلد نعم يعني منشوف الطفل مثلا لما بده يسخن منلاحظ عليه إنه إيش الأهل بقولوا بدا يروج بدا يروج هي حالة القشعريرة القشعريرة نعم وشفافه بزرع ووجهه بصفر هذا كله تلبية طلب الجهاز العصبي إنه نرفع درجة الحرارة إنه بنبلش نقاوم شو اللي داخل عليها سوى سوى فيروس أو بكتر صحيح لأنه لما الدورة الدموية في الجلد تقل نعم الحرارة بتضلها داخل الجسم يعني بصير أصعب للحرارة إنها تنتقل من الجسم للمحيط إنه الجسم يفقد حرارة نعم يعني هكذا يعني تنشع درجة الارتفاع درجة الحرارة عادة دكتور أمين يعني الحرارة هاجس عند كل الأهل يعني بقولك إحنا ابننا بنخاف من الحرارة طبعا حسب الموروث القديم زمان كانوا الأطفال دائما يموتوا يكون عندهم حرارة فيموتوا طبعا لأنه كان ينقص التشخيص ودقة التشخيص أحيانا اليوم قديش الحرارة يعني طالما نتحدث عن ارتفاع درجة الحرارة قديش ارتفاع درجة الحرارة يشكل خطر على الأطفال أنا دائما اللي بقوله إنه مش درجة الحرارة بحد ذاتها نعم هي اللي بتشكل خطر صحيح أو بتزعج الطفل هو سبب الالتهاب نعم إيش سبب ارتفاع درجة الحرارة مثلا درجة الحرارة حتى إذا كانت منخفضة يعني 38-38.5 سببها سحاية شي طبيعي الطفل بنظر كتير أكثر من الطفل اللي عنده إنفلوانزا وحرارته أربعين أو حرارته أربعين الجسم لحد أربعين وسبع عشر خلايا الجسم بتستطيع المقاومة أنا بتحدث عن طفل طبيعي نعم عن طفل فيش عنده مشاكل في الجهاز العصبي طفل تغذيته طبيعية فيش عنده هبوط في القلب إلى آخره في الحالة هذه الجسم السليم بتحمل لحد أربعين وسبع عشر ما بقولش إنه ما نعالجش ما نحاولش ننزل درجة الحرارة إلا لما تصير توصل لهذا الحد لا الإنسان الطفل بنزعج من ارتفاع درجة الحرارة بشعر بالتعب بكون متضايق وجه عضلات مفاصل ولكن الأهم من إنه إحنا ننزل يعني أوكي بننزل درجة الحرارة طبعاً ولكن أنا بتتفق معك دكتور أمين بإنه لازم أول إشي نشوف مصدر الحرارة من وين سبب الحرارة للطفل هو عملية ردة فعل من الجسم على شيء غريب والمهم إنه نحن نحافظ عليها ونعرف السبب طبعاً التشنج دكتور عادة يبدأ من ستة أشهر شو طبيعة التشنج يعني كيف إيش الشكل اللي بيكون عليه الطفل وكيف ردة فعله عليها اللي بدا أقوله دائماً وهذا ما من لوم الأهل لما الأهل الأب أو الأم لما يشوفوا الطفل بتشنج نعم يعني الشيء طبيعي بده يكون نوع من الخوف والهلع بيفكروا إنه الطفل عم بروح هي عبارة عن حركات غير عادية غير إرادية بتنشأ عادة ما بتكون في عضلات الوجه العينين ممكن إنه بتتحرك بتنحرف لجهة معينة ممكن يكون في حركات لا إرادية أيضاً في اليدين والجرين نعم يعني هذا هو التشنج هذا هو التشنج الحراري البسيط اللي بنحكي عنه في هذا اللحظة الطفل بيكون مدرك لللي بيصير حوالي بيفقد وعيه عادة بيفقد الوعي منقول إنه الطفل لما بدخل في حالة تشنج بنا نفترض إنه الطفل ما بعرفش إيش بيصير حوالي نعم إيش طبيعي بس لما يسحى ممكن عادة زي ما قلت في البداية إنه عادة دقيقة إلى دقيقتين وممكن لحد ربع ساعة بعض مرات إنه برضو التشنجات تستمر لما يسحى الطفل بيكون منعاوس ممكن بدو ينام يعني هذا كله محبول حالة عياء عام بتكون منزولة بزبط هذه بعض مرات بتكون الإيد اللي تشنجت أو الإجر اللي تشنجت بتظلها ضعيفة لفترة بس عادة دكتور أمينو وانت شفت أكيدو زي ما تفضلت الأهل بيصيبهم حالة من الرعب الشديد وخصوصا أول مرة بيصيب الطفل الحالة هاي الطفل في حالة مثل هيك بتكون حرارته دائما مرتفعة يجب أن يكون هناك حرارة عشان نتحدث عن تشنج حراري عادة بتكون أكتر من 39 معظم حالات التشنج بتكون درجة الحرارة أكتر من 39 لكن بتعريف التشنج الحراري لازم درجة الحرارة تكون أكتر من 38 إذا أقل من ذلك وقتها منتحدث عن شيء مثلا صرع أو تشنج ناشع عن اختلال في الأملاح نقص في الكلس إلى آخره فدرجة الحرارة لازم تكون 38 وما فوق معنى معظم الحالات درجة الحرارة بتكون 39 وما فوق عادة هل يصاحب هذا الحالة من التشنج يعني اللي فهمناه إنه هو حركة لا إرادي إذا ما تفضلت حضرتك في أجزاء مختلفة من الجسم والعضلات خصوصاً الوجه والأطراف هل ممكن يصاحبه مثلاً تبول تغوط إخراج براز أو هذا إشي مختلف عن التشنج في بعض الحالات بس يعني قليل يحدث ذلك قليل لأنه فترة التشنج بتكونش طويلة نعم هداك بتشوفه أكتر بالسرعة معنى ممكن إنه طفل عنده تشنج حراري نعم أو تشنج مع حرارة أيضاً إنه نلاحظ التبول اللا إرادي أو التغوط اللا إرادي نعم نعم طبعاً نحن مشاهدين العزاء مرة تانية بنحب نذكر بأنه التشنج الحراري أول شيء لازم نتذكره دائماً وأبداً بأنه تشنج الحراري هو عند الأطفال ما بين 6 أشهر إلى 6 سنوات هي أول شغلة اليوم استفدناها بالدكتور أمين شغلة تانية ومهمة جداً بأنه التشنج الحراري يجب أن يكون مصاحب الارتفاع في درجة الحرارة لكي الأمور لا تتخربط لكي أشهر لنا فمشكل التشنج هو حراري ومشكل التشنج ليس حراري لازم نتعلم ونعرف كيف نفرغ طبعاً بمساعدة الطبيب أكيد هو اللي راح يقدر يساعدنا بهذا الموضوع طبعاً نحن بإمكانكم التواصل معنا من خلال أرقام الهاتف راح تدار أمامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتوجيه أي سؤال وأكيد الدكتور أمين راح يجاوبنا على كل أسئلتنا الدكتور أمين يعني التشنج الحراري شيء مزعج في العائلة هل ممكن أن يصيب أكثر من طفل فيه يعني في نفس العائلة طبعاً كما ذكرت الناح الاستعداد الوراثي موجود وأحد الحالات أو إحدى الحالات اللي الوراثة بتكون مسؤولة عنها بتشنجات الحرارية بتكون الصفة الوراثية صفة غالبة يعني إذا كان الأب أو الأم أحدهم أحدهما كان مصاب بالتشنج حراري في الطفولة نص أطفالهم ممكن أنه أيضاً يتعرضوا للتشنج الحراري فيما بعد بس ممكن يكون كمان الأب والأب مش مصابين أنا مصارش عندهم طبعاً يعني شفنا حالات مثل هيك يعني أنه قل لك والله لا الأب ولا الأم عنده تشنج مش كل الحالات بس هناك حالات الوراثة بتلعب دور فيها هذا كان رد على سؤالك أنه أكثر من طفل ممكن أي نعم ممكن والأهل عادة بيكونوا متعودين أنه الطفل ممكن يكونوا منزعجين أول مرة نعم في هذه العائلات اللي التشنج بحدث أكثر من مرة وفي أكثر من طفل نعم يكونوا متعودين عليها وبالتدريج خوفهم وحالة الهلع اللي بتصيبهم مع التشنج بتكل نعم شي طبيعي نعم دكتور أمين الأطفال اللي بيصابوا بالتشنج الحراري أكيد كل الناس وهاي حالة متكررة في كثير من العائلات وفي كثير من الأماكن هل هذا ممكن أنه يستمر بعد ست سنوات وهل إذا استمر شو بيعني إننا إحنا طبيا وإش ممكن إحنا نقول للأهل في هذا الموضوع التعريف بشمل الأطفال اللي عمرهم أقل من ست سنوات نعم بين ست شهر وست سنوات معظم الحالات اللي التشنج الحراري ممكن يتكرر هذه نقطة مهمة الأهل يعرفوها نعم الطفل اللي بتشنج مرة تشنج حراري عنده احتمال 30 إلى 35% يعني التلتة الأطفال اللي بتشنجوا حراريا التشنج هذا ممكن يتكرر نعم ويتكرر عادة خلال سنة ومعظم الحالات أو اللي بتكرر فيها التشنج تحدث خلال سنتين يعني الطفل اللي بعد سنتين من التشنج الحراري الأول هذا ما أقصد نعم ما تشنج خلال أول سنتين احتمال إنه التشنج يتكرر نعم قليل جدا طيب هو دكتور أمين لما بتكرر يعني هل إذا الولد صابه تشنج حراري هل بالضرورة كل ما بده يمرض ويسخن يصيبه تشنج ليس بضرورة لا لا هذا مهم نعم بس بضل احتمال التشنج الحراري وارد خاصة خلال السنة الأولى من التشنج الحراري الأول معظم الحالات نعم وجميع الحالات تقريبا من الحالات المتكررة تحدث خلال سنتين من التشنج الحراري الأول نعم أنا في معي سؤال دكتور من رولا بتسأله بتقول أنه عندها طبعا عندها ثلاث أطفال الكبير عمره سبع سنوات الأقل منه عمره خمس سنوات وصغير خالص عمره سنتين فبتسأله بتقول أنه الطفل الأول كان لديه تشنجات حرارية حتى قبل ستة أشهر هو عمره يعني سبع سنين يعني في الرينج بعدك مش صير واضح فبتسأله بتقول هل من الممكن في الطفل اللي عمره الآن خمس سنوات أن تظهر خلال السنتين القادمات تشنجات حرارية يعني الولد الكبير كائن عنده اللي عمره خمس سنين مش صير فالصدايل عنده سنتين أو سنة هل ممكن تظهر عنده تشنجات خلال هاي السنة يعني مرة أخرى من اللجة للحصائيات إذا حدث التشنج عن طفل وكان فيه استعداد وراثي واضح احتمال أنه التشنج الحراري يحدث عن طفل حكناها بحدود بين 2 إلى 4 في المية ممكن 15 في المية في بعض الحالات يعني السؤال اللي بطرح نفسه هون دكتور أمين هل بالضرورة إذا الطفل عنده استعداد للتشنج الحراري يعني صار عمره 6 شهر 7 شهور في العمر هذا بيبلش ولا ممكن لا على عمر سنتين يبلش أول مرة ثلث سنين ممكن يعني ذكرنا معظم الحالات بتحدث في الأطفال بين السنة وسنة ونص هذا الأغلبية معظم الحالات معظم حالات التشنج الحراري منشوفها في الأطفال بين سنة لسنة ونص لكن ممكن تحدث في أي وقت بين 6 شهر و 6 سنوات شي طبيعي نعم التشنج هو السمة الأساسية للموضوع طب شو الفرق يعني إحنا بدناش نفوت في الموضوع الصرع إطلاقا يعني ولكن بدنا نوصل الفكرة للناس أنه في فرق ما بين موضوع الصرع وموضوع اللي هو التشنج الحراري شو الفرق ما بين التنين يعني كيف الأهل في البيت بدهم يطمنوا نفسهم ويطمئنوا أنه هذا تشنج حراري وليس تشنج ناتج عن حالة صرع أو خلل في كهرباء الدماغ زي ما بعض الناس يسمون نحن نعود للتعريف بالأساس التشنج الحراري يجب أن يرافقه ارتفاع في درجة الحرارة هذا رقم واحد هذا يعني أنه اللي عنده صرع ما يتشنج مع الحرارة هذا منسميه تشنج مع حرارة في هذه الحالة ممكن يكون في سابقا حادث تشنج عنده بدون حرارة هذه يعني بخرج من التعريف اللي احنا ذكرنا نعم الشيء الآخر أنه بالصرع ممكن طبيعة التشنج ما تختلف ممكن العمر يكون مختلف والأعراض بحد ذاتها طريقة التشنج وطريقة يعني إش بيصير مع الطفل بشكل عام مختلف عن التشنج الحراري ممكن طبعا بدنا نتذكر أنه فيه تشنج حراري بسيط سيمبل نعم وفيه تشنج حراري نعم كومفليكس يعني بنسميه معقد نعم اللي هو بدوم أكتر من ربع ساعة نحن راح نشوف الفرق بين التنين بس ناخد معنا اتصال مساء الخير أكرم طول كريم مساء الخير الله يخليك بكل خير حبيب الله يخليك تفضل سؤالك سؤالي عندي شاب عمره عشرين سنة نعم خلص توجيه صار عنده زي هو ماشي بسكت على القرض بدون أي تشنج بدون أي ضايحة بنام مابين حتى ربع ساعة بحط له غطر أو سبيرتو فبسحة بسكت في اليوم ثلاث مرات حلي بعاني حوالي ثلاث سنوات طبعا عرضتوا على دكتور يا عرضتوا على عدة دقات را دفة الغربية ومن اليوم عرضتوا على الدكتور في نابلس شو اسمه حميد المصري دكتور حميد نعم دكتور حميد كشفيتوا 400 شكل نعم فما فيش لحد عندي أي نتيجة يعني بالنهاية يعني شو التشويس حقولي انه جاي تشيف جاي الشغلة بسيطة عنده انه يعني شو كل اليوم بالزبط يعني مثلا عمله تخطيط لدماغ عمله تخطيط دماغ عملت كل حاجة من فحصات من القدم حتى شعر الرأس أنا عملت فحصات بطلع بطلع زبد أي مشكلة أي مشكلة جسمانية نعم أكرم بطلع زبد من تموا أي شي نهائيا لا نوم نايم عادي نعم بس لما بصحى وبحاول أصحي بقول أنا بشوفش بعد خمس ذكايك ما بين سبع ذكايك ببلش يشوف نعم عمره عشرين عام يعني إحنا ضيفنا هو الدكتور أمين ثلجي يعني استشاري طب الأطفال بتحب تشاركنا في الحوار دكتور بهذا الموضوع ممكن أشير أنه مش كل من يفقد الوعي عنده تشنج أو حالة صراع لأنه بعض مرات في ما يسمى بالسينكوبي اللي هي الناس بقولوا أنه سعف غمي هذه ممكن تحدث في شخص طبيعي كل شيء طبيعي ثلاث مرات باليوم على مدارس ثلاث سنوات بقول بعض مرات ممكن الإشي يكون متكرر السينكوبي خاصة إذا كان الشخص تعبان واقف بالصف واقف بالشمس ممكن الشغلة تتكرر وهذه العلاقة بالتوسع في العروق في الجسم العلاقة بالعصاب العصب اللي بتحكم في هذا الأمر الشيء الآخر اللي بدي أذكره مهم بالنسبة للشاب اللي أخليه أنه أيضا نتطمن على القلب لأنه التخطيط القلب مهم لأنه في بعض الحالات وممكن هذا يظهر من التخطيط القلب العادي أنه وضع يؤدي إلى خلل في ضربان القلب بحيث أنه فقدان الوعي هذه الشغلة مهمة 100% أكرم أنت معنا لسا صديقة سأعطيك نصيحة بالإضافة للحكاة الدكتور أمين أنا برأيي فقدان الوعي لمدة ثلاث مرات لمدة سنتين هناك حالية يجب الاهتمام بها وتتبوحها بشكل كبير نصيحة لإلك ابتداء أول شيء الولد بحاجة لتخطيط للدماغ أعتقد أنه التخطيط العادي غير كافي اليوم فيه تخطيط اسمه برولونج يعني طويل بقعد 24 48 ساعة في المستشفى هذا موجود في مستشفى نا في القدس مستشفى المقاصد الخيري بتم وضع الشاب لمدة 48 ساعة 72 ساعة وبتم رصد خلال فترة هاي كلها التغيرات هاي أول شغلة 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 تانية زي ما تفضل الدكتور أمين يجب متابعة موضوع القلب شغلة تانية وثالثة ومهمة جدا كمان لازم نعمل اشي بنسميه صورة تلفزيونية لشريين الموجودة في العنق لأنه أحيانا تضيق بعض المشاكل فيها يؤدي إلى فقدان الوعي أتمنى أنه احنا قدرنا نساعدك بشيء طبعا بالإضافة لشيء مهم جدا صورة رنيم مغناطيسي للدماغ والف سلام إله يا صديقي أكرم دكتور أمين الطب مهوم متشابك يعني الأطفال والكبار والصغار دائما الأمور الناس نحن داما بدعوا الأطباء الأطفال أنه الله يأخذ بيدهم يصير يحكم أخبار نعم صحيح دكتور أمين التشنج الحراري بحد ذاته قد يكون أحيانا بيرهق الطفل هل هذا يفقد الطفل ميزه في التعايش مع الحياة هل يفقد قدراته العقلية هذا سؤال طبعا دائما نتعرض له هل يفقد التواصل مع المجتمع التحصيل العلمي هذا نقطة مهمة من ركز عليها لأنه الأهل بيجوا يعني في حالة انهيع عصبي وكثير متضايقين صحيح والسؤال مهم دائما بالنسبة لهم هل الطفل بده يكون في وضع أنه يصاب بتشنجات عصبية مدى الحياة بالضبط شو مستقبله بده يكون تشنج الحراري إذا كان بسيط يعني منقدر نخبر الأهل أنه احتمال أنه يصاب بالصرع وحدوث تشنجات لما يكبر تقريبا بشابه الآخرين يعني الأطفال اللي ما بتشنجوا يعني هذه بشكل عام البعض رأقوله ما يخافوا أنه الطفل إذا كان التشنج بسيط ما يخافوا أنه الطفل سيصاب بصرع لما يكبر عادة لا رح نشوف دكتور إحنا وياك ونناقش موضوع الفرق ما بين التشنج البسيط والمعقد ولكن بعد ما ناخد فاصل صغير ونرجع نكمل حوارنا معك هذا البرنامج برعاية مستشفى مسلم التخصصي اشتركوا في القناة مستشفى مسلم التخصصي مساء الخير بمشاهدين العزاء ومرتانية وبرنامجنا صحتك بالدنيا وحلقتنا اليوم التشنج الحراري عند الأطفال وطبعا موضوعنا كبير نحاول نسلط الضوء على أكبر عدد ممكن من الإضاءات حول هذا الموضوع عشان نكون كلنا بالصورة وفاهمين اش اللي بيصير معنا دكتور عمين الموضوع الطفل بتشنج نتيجة الحرارة شو لازم نعمل الطفل تشنج في البيت اش الأهل لازم يعملوا عشان يحافظوا على سلامة الطفل ويأمنوا إلى حين وصولوا إلى مستشفى كما ذكرت معظم حالات التشنج الحرارة بتستمرش أكتر من دقيقة لدقيقتين إذا استمر التشنج السؤال إيش مطلوب من الأهل يعملوا للمطفال يتشنج نعم نطلب منهم أنهم ما يخافوا وهذا الطلب منكرره وهم بخافوش أو بتعودوا نعم إن شاء الله طبعا التشنج ما يحدث وإذا حدث ما يتكرر لكن قد يتكرر نعم بنطلب من الأهل إنه أول شي ما يحطوا شيء في فم نعم عادة يحاولوا يفتحوا تمه غالط لا لا تمه يصبعوا حدا إشي لا هذا ما فيه إلى ضرورة ضرورة يحطوا يحطوا زي خشبة هذا كله ما إلى ضرورة المطلوب أنه الطفل يكون على جنبه ممكن راسعه لا يكون للأسفل قليلا وإنراكبه إذا التشنج زاد عن حمس دقائق هنا مطلوب أنه الطبيب فورا أو ننقل الطفل فورا لأقرب مركز صحي لمكان لوقف هذا التشنج هل يجب أنه ننقلوا أثناء النوبة التشنج ولا نستنى لحد ما تنتهي عن خمس دقائق هو في كل أحوان رح يخضوه على الدكتور حتى لو أقل من خمس دقائق يكونوا من عدين أمبولانس يكونوا من رتبين الأمور إذا التشنج زاد عن خمس دقائق نعم المفروض أنه ينتقل الطفل لمركز صحي لأنه بدناش التشنج يطول كتير لأنه كلما زادت فترة التشنج كلما زادت احتمال الضرر اللي ممكن أنه يلحق بالطفل في بعض الحالات وممكن الأهل يكون عندهم زي في تحميلة أسفال هذا ممكن يعني بدها وصفة طبية وصعبة تواجد في أي بيت صعبة وهذه الحالات بس نتركها للتشنجات تتكرر كتير وبجوز هذا يعني يوصف بعد ما يتكرر أول مرة أو تاني مرة وصير خبرة عند الأهل في التعاطي مع التشنج ممكن تحميل الأهل هم يبدأوا العلاج يضعوا تحميلة الأسفال لهذه المادة معروف أنه تتوقف التشنج خلال فترة قصيرة إذا ما زادت التشنج عن خمس دقائق فمهم أنه الطفل يكون على جنبه المهم ما نزعجل الطفل نحط في التمو وممكن أنه نأزيه أو أنه يعني أهم شي أنه نترك الطفل على ما هو عليه طبعا نحاول نوجه الفم الوجه إلى جهة معينة أو إلى مين أو إلى شما يعني كل التفال الجنب يكون رأسه النسبة يكون لألأس ما نحاولش عشان يكونوا سامعين لكلهم حاولش نفتح التم بالعافية حاولش نحط أي شيء خشبي ولا في بعض الناس داخل الفم طبعا لأنه نحن راح نكون أسببنا بضرر أكبر من الفائد صحيح طب دكتور إذا كانت بلشت التشنج الحراري والطفل عنده حرارة هل يلزم أثناء التشنج أنه نعطيه مثلا خافض حرارة تحميلي مثلا أكمول شراب بعرف الشو أنا منشوف أنه هذا بتكرر الأهل ممكن يأخذوا الطفل يحطوا تحت حناحنا فيه بردة نعم أثناء التشنج وهذا خطأ خطأ مش راح يساعده مش راح يوقف التشنج راح نلحق ضرر فيه ونزعجه أكتر نعم مننتظر لما التشنج يتوقف منبدأ نعطي علاجات لوقف لخافض الحرارة وأيضا منحضر حالنا على أساس ننتقل للمركز الصحي للطبيب اللي بنتعامل معاه منشان نعرف شو سبب الحرارة بركي يكون فيه سبب بحاجة لعلاج الطفل اللي عمره أقل من سنة بيكون سعب حتى على الطبيب يتأكد إنه الطفل ما فيش عنده سحاية لأنه ممكن سبب تشنج ويكون سحاية يكون قارت في درجة الحرارة سبب هات سحاية بالأساس الطفل اللي عمره ثلاث سنوات أربع سنوات سهل للطبيب يقيم أو حتى ممكن للفوق سنة ونص نعم من خلال الفحص اللي بيجري التقييم التقييم بيكون أسهل إنه نتأكد أو يعني نتوقع إنه الطفل ما فيش عنده التهاب سحاية الأقل من سنة في محلات كتيرة ومعظم أطباء لأطفال مش بس براقوا الطفل وممكن يجروا فحص بزل النخاء اللي هو بيأخذوا من ضهر اللي التأكد إنه ما فيش عنده سحاية نعم الطفل اللي أكبر اللي وضع العام جيد اللي تعرفنا على سبب آخر لارتفاع درجة الحرارة ممكن لأنه حلقه ملتهب ممكن يكون مسهول في الحالة هذه ما في داعي إنه نفكر بالسحاية وما في داعي إنه نجري فحص السحاية نعم ما في داعي إنه نعمل صور للدماغ زي صورة طبقية رانين مع ناطيسي تخطيط للدماغ عند كل طفل يعني بيكون عنده أو بيصير عنده تشنج حراري هذه منتركها لحالات خاصة فقط إذا استوجب العمر ونتيجة فحصات أو أمور بتكون الطبيب بتعرف عليها من خلال فحص الطفل اللي ممكن تستوجب إنه نجري فحصات معينة حتى فحصات الدم اللي منعملها ما في داعي كتير نتوسع فيها نعم المهم نتعرف على سبب الحرارة ومنعالجه إذا في ضرورة للعلاج ومنعطي الأهل تعليمات لاستعمال خافض الحرارة طب أنت حكيتنا والمشاهدين وأنا عم بيسألوني حتى من خلال الصفحة يريت نرجع نأكد على شو الفرق يعني إيش الفرق ما بين التشنج البسيط والتشنج الكمبلكس المعقد إيش الفرق بينهم منبدأ ب بفترة التشنج التشنج البسيط بيستمرش أكتر من ربع ساعة الطفل بيكون تطوره طبيعي فحصه العصبي بيكون طبيعي وبكون في عنده ارتفاع في درجة الحرارة التشنج ما بتكرر أكتر من مرة خلال 24 ساعة التشنج ما بيكونش محصور في جزء معين من الجسم هذا هو التشنج الحراري البسيط عكس ذلك التشنج اللي بيزيد عن ربع ساعة اللي بصاحبه اللي ممكن يكون متركز في جزء محدد من الجسم مثلا إيد بس أو إجر نعم مكان معين مكان معين هذا منبدأ نحكي أنه هذا التشنج حراري معقد وأيضا التشنج الحراري إذا تكرر أكتر من مرة في الـ 24 ساعة أيضا الطفل اللي عنده مشاكل في الجهاز العصبي عنده مشاكل في التطور نعم أو الطفل اللي صابه تشنج غير حراري في السابق وقتها منبدأ نتكلم نبطل نحكي عن تشنج حراري بسيط أنا فيه سؤال يعني عجبني كتير أم واقلة بتسأله بتقول دكتور أمين بتسأله بتقول عندها الطفل عمره 6 سنوات وتم تشخيصه أنه عنده إبليبسي أو الصراع ويحدث عنده تشنجات أثناء الحرارة هل هذا يعني أنه الطفل عنده تشنج حراري وتشنج الصراع في نفس الوقت هل هذا ممكن إذا حدث تشنج عند طفلها في غياب ارتفاع درجة الحرارة منبطل نحكي عن تشنج حراري هو مشخص أنه عنده تشنج إبليبسي إبليبسي ممكن الحرارة تكون محفز أو تظهر التشنج وما نسميها تشنج حراري يعني بطل اسمه تشنج حراري نسمي تشنج مع حرارة بالضبط يعني حتى مع وجود الحرارة بصير اسمه تشنج مع حرارة وليس تشنج التعامل معه بيكون مختلف نعم دكتور أمين عادة بحسب خبرتك والدراسات يعني اللي أنت بتتبحها دائما وأبدا قديش ممكن يتكرر هذا الشغل عند الطفل خلال ما بين 6 أشهر إلى 6 سنوات اللي بيكون عنده قابلية يعني كم مرة ممكن يتكرر الإحصائيات واضحة اللي بيسيبه تشنج حراري مرة نعم هناك احتمال بين 30 إلى 35% أن يتكرر عنده هذا التشنج إنه يحدث مرة أخرى أو من كل 3 أطفال بيسيبهم تشنج حراري طفل بدها تتكرر عنده هلأ نرجع على الطفل بحد ذاته فيه احتمال 30 إلى 35% التشنج الحراري يتكرر وهذا عادة بحدث خلال السنة الأولى إذا ما حدث التشنج الحراري خلال السنة الأولى من التشنج الأول احتمال أنه يتكرر بكل كثير نعم يعني هذه نقطة إحصائية إحصائيات نعم وممكن أنه أن الأهل يفهموها أسهل نعم طرق التشخيص للتشنج الحراري بحيث أنه إحنا نعرف أنه والله تشنج حراري أو غير حراري ما فهوم أنه ممكن يكون في حرارة ممكن يكون في تشنج بطريقة معينة طبعا الطبيب هو بقدر يحدد ولكن أكيد دكتور أمين وكل أطبائنا بيحاولوا أنه مستثنوا أشياء أخرى تشنج آخر شو الطريقة المثلة أو العلمية الصحيحة لتثبيت أنه هذا الموجود هو تشنج حراري لا غيره هو بدنا نلجأ للتعريف مرة أخرى نلجأ للتعريف فيش فحص معين نعمله نقول هذا التشنج حراري إلا في حالة واحدة إذا بدنا نتأكد أنه ما فيه سحايا له عادة الطفل اللي بوضعه بيكون سيئ اللي الطفل اللي بيجي مسطل ومش بتفعلش مع الحوالي أو الطفل اللي عنده أعراض نعم للسحايا مثلا في الحالة هذه من نتوقف عن الحديث أنه التشنج حراري في غياب التهاب في الجهاز العصبي وضمن الفئة العمرية اللي احنا تحدثنا عنها ست شهور لست سنوات يعني بتلجأوش لأي فحصات لأي شيء مثلا غير مضمون التعريف طبعا إذا شد أي يعني إذا العراض شدت عن التعريف اللي احنا تحدثنا عنه نعم بوقتها منبطل نحك عن التشنج حراري ونلجأ منعمل تخطيط للدماغ احنا ما منعمل تخطيط للدماغ في أن طفل بتشنج حراري نعم إذا الشيء كان بسيط وفحص الطفل من حيث الجهاز العصبي كان طبيعي ما في داعي نعمل تخطيط للدماغ ولا صور ولا إيش ولا صور ولا إيش إذا شد التعريف عن الأمور اللي ذكرتها في الحالة هذه بدنا نعمل حصات اللي قد تشمل تخطيط للدماغ قد تشمل رمين مع نطيسي وأيضا قد تشمل حصات مخبرية لأنه في بعض التشنجات سببها أمراض استقلابية نعم صحيح يعني هذه منفكرش فيها إلا بعد إلا إذا الطفل كان عنده معطيات بالفحص أو بالسيرة المرضية أو في العائلة نعم إنه في أمراض معينة قد تعرضوا لتشنجات نعم في الحالة هذه ممكن نلجأ إنه دكتور أمين عشان إحنا وقت نبلش يدركنا سؤال مجموعة أسئلة وراء بعض هل الأطفال في حالة مثل هيك بحاجة لدخول المستشفى هل بحاجة لنقلهم للطبيب ومن ثم إبقاءهم في المستشفيات إعطاءهم الأدوية ولا ممكن علاجه بيتيًا أو في العيادة ويروح الطفل ممكن الطفل اللي عمره بسمح للطبيب يقيم إنه ما في عنده التهاب في الجهاز العصبي وعقصد سحاية نعم وتعرف على سبب الالتهاب سبب الحرارة بالحساس الحرارة اللي هو الالتهاب والالتهاب قابل قادر الطبيب إنه يعالجه في البيت بالإمكان إنه يعالجه في البيت لكن إذا الطفل مثلا عنده تقيه وعنده إسهال وفي الحالة هذه الدخول للمستشفى بده يكون للعناية فيه والتأكد إنه مش رح يصيبه وعشان يعالج الحال الأساسية صحيح مش لأنه عنده التشنج حراري لكن الطفل عادة اللي منعمله أطباء الأطفال بعمله الطفل اللي أقل من سنة وبتشنج لأول مرة تشنج حراري بيدخل المستشفى نعم الوقاي كيف ممكن إنه إحنا طفل عارفين إنه عنده استعداد إيش الأهل لازم يعملوا عشان ما يوصل ويدخل في مرحلة التشنج بدي أبدأ بالحديث إنه ممنوع إنه نعطي الطفل أدوية ضد التشنجات نعم لمنع تكرار التشنج الحراري الأدوية اللي منستعملها لها وقف التشنجات هي علاج السبب الرئيسي اللي هي ممكن يتأثر سلبا نعم على التطور للطفل وما في لها ضرورة نعم نتكلم عن تشنج حراري بسيط ما بأثر على الذكاء ما بأثر على التطور الذهني وتقريبا احتمال إنه الطفل يصاب بالصرع فيما بعد قليلة جدا قد تكون قريبة للطفل العادي ما في داعي نعطي أدوية أدوية الصرع أو ضد التشنجات لطفل عنده تشنج حراري نعم مهم إنه الأهل يتعرفوا على إذا قدروا يعرفوا إن الطفل عنده ارتفاع في درجة الحرارة بيبدأ بيبدأوا يعطوا خافض الحرارة إلى حين زوال سبب الارتفاع الحرارة والالتهاب نعم لكن يعني ما نخليش حرارة الطفل إنها ترتفع فبالتالي مش رح يصير عنده تشنج هذه منحاول لكن مش دائما مننجح صح التشنج قد يكون هو مفاجئ أول دليل إنه الطفل عنده حرارة مهم يعني منقدرش نمنع كل الحالات صح نقلل منها أقل ما فيها يعني نحد منها ممكن في بعض الحالات إنه ما إعطاء خافض حرارة إنه نحد من بعض الحالات في ومرة أخرى بدي أكد إنه ما في داعي نعطي أدوية ضد التشنجات على طول بحيث إنه نمنع حدوة تشنج حراري نعم دكتور أمين يعني قبل ما نختم حلقتنا اليوم يعني إحنا بنشكرك لو وجودك معنا وأكيد أنت يعني أعطيتنا إضافات مهمة إنه لكل مشاهدينا حول موضوع التشنج الحراري اللي هو أحياناً يكون مقلق ومؤثر في عائلة يعني بصيبة حالي من الهلع وضحت لنا الأمور بسطت لنا الأمور على أد ما هي قد تكون معقدة يعني فبنشكرك لو تواجدك معنا وإن شاء الله يكون فينا مواضيع كتير أخرى في طب الأطفال ننقشها معك شكراً لك دكتور أشرف وشكراً للفلسطيني أيضاً ما بعد ست سنوات هذا يعني البحث عن أسباب أخرى متعلقة بالجهاز العصبي وقبل ما ختمه بقول يعني بعيد الشر عن أي حدا اللي بصير عنده مثل هيك يجب أنه يترك الطفل على ما هو عليه ما يحاول يفتح تمه ما يحاول أنه يشد يضع أي شيء داخل فمه لأنه ما رح يصير إشيء للطفل بمجرد انتهاء النوبي رح الطفل يشعر حاله أنه نعسان تعبان وقتها ممكن نتصرف بأي طريقة سواء أخذه إلى الطبيب أو العلاج إذا كنا إحنا عارفين الحالة مسبقاً في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة